اكد دكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية موقف مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم الداعم لإقرار هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتسهيل وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة وأعرب الشيخ عبدالله بن احمد لدى مشاركته ممثلا عن مملكة البحرين في المؤتمر الإنساني الدولي لمساعدة السكان المدنيين في قطاع غزة المنعقد في باريس عن تقديره لمبادرة فخمة الرئيس ايمانويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة بتنظيم هذا المؤتمر في إطار مبادراته الداعية إلى أحلال السلام وتعبئة الجهود الإنسانية الدولية لإغاثة المدنيين الفلسطينيين في غزة واستعرض وكيل وزارة الخارجية إسهامات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة الوطنية البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المعظم بدعم من سمو ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء ومتابعة من ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وتمكنها من تسليم 80 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية عبر معبر رفح وعزمها على بناء مستشفى ميداني ومجمع سكني وغيرها من المشاريع مؤكدا أن مملكة البحرين ماضية في جهودها الدبلوماسية والإنسانية بالتنسيق مع المجتمع الدولي نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة اشتركوا في القناة